السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل في تقديم اجزاء موسوعة المليون سؤال وجواب سبق وانقدمنا 29 جزء باجمال 290 سؤال دون اي تقرار واليوم مع الجزء 30 نعرض اولا الاسئلة ونترك لكم فرصة للاجهوبة في نهاية الفيديو نسكر الاجهوبة صحيحة كي تستفيدوا جميع رابط الاجزء السابقة في الوصف اسفل الفيديو لكل ما يريد الاطلاع عليها للاستفادة اشترك في القناة اذا لم تكن مشترك وفعل الجرس الاسئلة كل جديد وليكم الاسئلة السؤال 291 من النبي الذي ارسله الله تعالى الى قوم الثامود اكتب الجواب في التعليق اسفل الفيديو وتابع الفيديو كي تتأكد بنا لجهوبة صحيحة السؤال 292 وجه سيدنا عثمان بن عفا رضي الله عنه الى مدينة ارمانية وليا فمات بها سنة 2240 ولم يبلغ خمسين عاما فمن هو السؤال 293 ما اول اية ذكر بها الامر بقامة الصلاة في القرآن الكريم السؤال 200 94 قلق الله تعالى من اديم الارض وقل ما كث فيها 40 ليلة وقل 40 سنة حتى نفق الله في روح فمن هو السؤال السؤال 295 من من البشر كانوا يجبهون النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تعرف الجواب فتابع الفيديو كي تعرف الجواب الصحيح السؤال 296 كم مرة ذكر لفظ بني اسرائيل في الربع الخامس من القرآن الكريم السؤال 297 في خلافة منتوفي الصحابي الجليل حباب بن المنظر السؤال 298 ما اعظم شهادة في كتاب الله تعالى السؤال السؤال 299 كم تعادل الصلاة في المسجد الاقصى السؤال 309 ما معنى الاحقاف السؤال 309 وإليكم الالجابات الصحيحة بعد الفصل فتابعونا كي تستفيدوا لا تنسى الاعجاب بالفيديو وترك تعليقا لنعرف رأيك شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إقابة السؤال 291 النبي الذي أرسله الله تعالى إلى قوم الثامود هو صالح ابن عبيد عليه السلام إقابة السؤال 292 وجه سيدنا عثمان ابن عفاني الأرماني وليا بها فمات سنتين واربعين ولم يبلغ خمسين عامه هو حبيب ابن مسلمة إقابة السؤال 293 أولا يذكر الأمر بإقامة الصلاة في الكرآن الكريم قولي تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرقعوا مع الراقعين إقابة السؤال 294 خلق الله تعالى من قديم الأرض وكل مكسى أربعين ليلة وكل أربعين سنة حتى نفق الله في روحه وسيدنا أدم عليه السلام إقابة السؤال 295 البشر الذين كانوا يجبونون النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن بي طالب بن عم رسول وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطالب بن عم رسول والسايب بن عبيد بن عبد مناف جد الإمام الشافعي وقفم بن العباس بن عبد المطالب و الحسن بن علي بن بي طالب وهو أشد الخمسة شبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إجابة السؤال مئتين ستة وتسعين ذكر لفظ ابن إسرائيل في الربع الخمس من الكران الكريم مرة واحدة إجابة السؤال مئتين سبعة وتسعين توفي الصحابي الجليل حباب بن المنظر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إجابة السؤال تمانية وتسعين أعظم شهد في كتاب الله تعالى قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة تقول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إجابة السؤال مئتين ستسعين توعدل الصلاة في المسجد الأقصى خمسين صلاة فيما سوى ما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوية إجابة السؤال تلتمية والأخير معنى الأحقاف جمع حقف ثلال من الرمال وكان يسكن قوم عاد وإلى هنا نكون قد انتهينا من أسئلة الجزء الثلاثين فتابعونا في باقي أجزام وصوات المليون سؤال نسأل الله العظيمة يستفيد الجميع بما نقدمه ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا